البابا فرانسيس يفتتح احتفالات الفصح بقداس الشاعانين في ساحة القديس بوتروس في الفاتيكان البابا كان قد مر بين الحشود دون حراسة مشددة ما دفع شاب بولندي للاقتراب والتقاط صورة سيلفي بهاتفه المحمول مع البابا اكثر من مئات الف شخص تجمعوا في الساحة لسماع عظة البابا حاملين بأيديهم صعف النخيل واغصان الزيتون رمز السلام والقداسة ويزور بابا الفاتيكان فلسطين في اول رحلة له منذ تنصيبه حبرا اعظم في الفترة بين الرابع والعشرين الى السادس والعشرين من ايار مايو المقبلة وتتضمن هذه الزيارة بيت لحم والضفة الغربية اضافة الى العاصمة الاردنية عمان